تحت مظلة التحالف الذي تقوده السعودية تشق عشرات الآليات العسكرية المحملة بالقوات اليمنية طريقها نحو مدينة الحديدة معلنة بدء العملية العسكرية لاستعادة المدينة الساحلية من قبضة الحوثيين هجوم يأتي بعد أن حصلت القوات الموالية للرئيس اليمن عبدرب منصور هاري على الضوء الأخضر من التحالف الذي تجاهل كل التحذيرات الدولية من تداعيات العملية على الوضع الإنساني كما تأتي العملية بعد انتهاء مهلة منحتها الإمارات الشريك الرئيس في التحالف إلى الأمم المتحدة من أجل توصل الاتفاق ينسحب بمجيبه الحوثيون من الحديدة ويجنب المدينة معركة دموية تقول القوات الموالية لهذه إنها باتت على بعد بطع كيلومترات فقط من مطار المدينة بعد غارات لطائرات التحالف على مواقع الحوثيين في محيطها فيما أشارت مصادر عسكرية محلية إلى أن القوات اليمنية عززت مواقعها منذ أيام في منطقة الدرهم جنوب الحديدة بمساندة إماراتية تمهيدا للعملية البرية الهجوم على الحديدة ترافق مع تصريحاته مسؤولين سعوديين وإماراتيين بانطلاق العملية فيما قالت حكومة هذه إنه تم استنفاذ كافة الوسائل السلمية والسياسية لإخراج الحوثيين من الحديدة واعتبرت أن استعادة ميناء المدينة يمثل بداية سقوط الحوثيين في المقابل يرد الحوثيون على خصومهم بعمليات في محافظة الحديدة استهدفت إحداها بارجة لقوى التحالف قبالة سواحل الحديدة وفق قناة المسيرة الموالية لأنصار الله ورغم هذه العملية تدعى الحوثيون المتهمون بتلقي الدعم من إيران المجتمع الدولي إلى الضغط باتجاه وقف التصعيد في الساحل الغربي لليمن وتهيئة الظروف لاستئناف المفاوضات وردا على ذلك غرد وزير الشؤون الخارجية الإمارات أنوار قرقاش على حسابه في موقع تويتر قائلا إن استعادة ميناء الحديدة سيأتي بالحوثيين إلى المفاوضات العملية العسكرية في الحديدة تنطلق على وقع مخاوف من انعكاسها على الأزمة الإنسانية في مدينة يسكنها نحو 600 ألف شخص تشير تقديرات الأمم المتحدة التي سحبت موظفيها من الحديدة إلى أن ربع مليون منهم مهددون بالموت مخاوف كانت واضحة في بيان للمبعوث الأمم إلى اليمن مارتين جريفث أعرب فيه عن قلقه إزاءة صعود العمليات العسكرية في اليمن وطالب بالتهدئة وضبط النفس وبالعودة إلى المفاوضات وفي ظل هذا القلق المتزايد إزاء حياة المدنيين دعت منظمات إنسانية الرئيس الفرنسي الذي تستضيف بلاده مؤتمراً إنسانياً حول اليمن نهاية الشهر الحالي إلى الضغط على السعودية والإمارات لتجنب الهجوم على الحديدة معتبرة أن لا يمكن عقده في ظل هذه الظروف ترجمة نانسي قنقر